الريبير او عملية اعادة الانسجة عملية ربانية الله سبحانه وتعالى ادى لكل نسيج ما يمكنه به من تجديد نفسه يعني تجديد نفسه الانسجة اللي ربنا خلائها في الجسم بتجدد نفسها صحيا ومرضيا يعني صحيا ومرضيا يعني دلوقتي الشعر بيجدد نفسه الخلاقة بتطول كل شهر من نص سنتي لسنتي كل شهر خلاص لغاية ما بتوصل لحد معين وبيقف النمو كلام كويس فالرجالة الرجالة المزبوطة يعني بتحلق كل شهر مرة ليه لان كل شهر الشعر بيطول بينمو بيتكاثر بمعدل من سنتي لاتنين سنتي كل شهر يبقى الشعر بيطول بيتجدد ايه بيتجدد في الشعر الوحدة وتطول وبيتجدد في الشعر نفسه يعني شعر نفسه يعني تلاقي شعر وقع وشعر ظهر شعر وقع وشعر ظهر وانا قلنا معدل سقوط الشعر يوميا من عشرة لتلاتين لاربعين شعرية كل يوم فكل يوم وانت قاعد بتلعب في راسك او بتسرح او البنت وياه بتسرح بيطلع منها شعر فالشعر ده معدل سقوط يوم معدل سقوط يوم وربنا سبحانه وتعالى جعل معدل السقوط اليومي ده متفرق يعني بعيد عن بعض بحس ان ما يبانش ان الحتة دي سقطت النهاردة والحتة دي سقطت بك او ان الشعر كله سقط للشعر ده والشعر اللي بعده الشعر كون تاني من رحمة ربنا ان سقوط الشعر متفرق سقوط الشعر ايه متفرق يبقى سقوط الشعر ده ظاهرة صحية يبقى لازم الناس شعرها يقع شعرها يقع امتى سقوط الشعر بقى مرة دي لما الشعر بتدي اوار بقى يدي فراغات حتة فاضية ده كده بقى دخلنا في سعلبة ها ودخلنا في امراض فطرية وشغلانة تانية امراض مناعية وجامعة يبقى اذا انا عايز اقول ان تجديد الانسجة فيه منه طبيعي ومنه ايه مرض الطبيعي بتاع الانسجة ان انا وانا بستحمة او بهرش او بدعك بالليفة جسمي ملايين الخلايا بتقع زي الناس اللي بتعمل تبرد رجليها في بعض السيدات بتبرد رجليها او الجلد التخين او الاشف وتبرد رجليها بحيث ان رجليها تبقى نعمة بتوقع ملايين الخلايا ويطلع بدلها خلايا جديدة كل ده صحي فيش مرض خلاص يبقى خلايا الجلد بتتجدد خلايا الشعر بتتجدد فيه خلايا بتتجدد داخل الانسجة المخاطية يعني ايه يعني من اول الفم من اول الشفايف اللسان ها اللسة والبلعوم والمريء والمعدة طول ما انت نازل لغاية الشرج القناة الهضمية كلها مبطنة بايه بغشاء مخاطي الغشاء المخاطي ده بيحصل له ايه كل شوية يتجدد قرح ها حاجة من الطعام عورته ها امساك والامساك نازل فعور منطقة الشرج والمستقيم فجاب الدم احمر كل ده وارد وطبيعي ممكن يعدي يعني مش مرض خلاص تهتك الاغشية المخاطية وتجددها يومي نقولها تاني يبقى زي ما تجديد خلايا الجلد يومي ملايين الخلايا بتموت وملايين الخلايا بتتجدد برضو الاغشية المخاطية المبطنة للامعاء وللمعدة وللمريء وغيره بتتجدد وبيطلع بدالها تاني هذا التجدد اللي هو تجديد الانسجة بيتم ايضا في العظم في نخاع العظام مصانع انتاج الدم ففي ملايين الخلايا كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفايح بتموت يوميا ملايين الخلايا بتموت وملايين الخلايا تنتج كلام جامد ده يبقى نخاع العظام رؤوس العظام العظم ده مش بس هيكل بيشيل الجزب لكن العظام هي مصانع انتاج كرات الدم يبقى مصانع انتاج كرات الدم هي ايه نخاع العظام خلاص البون مره يوميا في ملايين الخلايا الدموية بتتولد وملايين الخلايا بتايه بتموت خلاص احنا بنكلم على تجديد الانسجة كل ده طبيعي خلايا الكبد خلايا الكلة ها خلايا الجسم خلايا القناة الهضمية العظم كل دي خلايا متجديدة ايه يوميا في خلايا العضلات مع العظم في النمو لو انا عندي طفل بيكبر 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 يبقى الخلايا بتاع الجسم كلها بتكبر يعني ايه يعني خلايا مخه بتكبر كان مولود مخه قد كده بقى قد كده كبده بيكبر بنت بعد ما بتكبر بيكبر لها سادية خلاص الكبد بيكبر القلب بيكبر كل حاجة بتكبر بتكبر بك يبقى بينمو انسجة جديدة بتنمو خلاص يبقى فيه كل الانسجة بتنمو عضمه وعضلاته وقلبه وكبده ومخه وكله كله بيكبر جرس الى ان يصل الانسان لواحد وعشرين سنة تقريبا واحد وعشرين سنة بيبقى النموه داخلي بس يبقى خلايا الدم بتتجدد كل يوم لغاية الموت خلايا الجلد بتتجدد كل يوم ها خلايا الغشاء المخاطي بتتجدد كل يوم اي تهدتك في الانسجة بتجدد كل يوم عندنا انسجة سريعة التجدد يعني سريعة التجدد يعني تعور وتلحم بسرعة يتعور وتلحم بسرعة زي ايه زي خلايا مثلا الغشاء المخاطي واحد بيعمل اسهال ومغص ودم وقيح وصديد نام كويس وبعد عن المروحة والتكييف وشرب سوايل دافية تاني يوم القولون تلحم تلحم والبراز بقى طبيعي وخاصة ان كانت الاصابة نفسية يعني وعد عنده اسهال نفسي عصبي بسبب انتحان الان خايف عنده مشكلة اتحلت المشكلة ونام كويس وتغطى لا بقى كويس مفيش مشاكل تجدد الانسجة منه ما هو جرس نمو ومنه ما هو تجديد خلايا زي خلايا الجلد وخلايا الدم وخلايا العطم وخلايا الغشاء المخاطي والاغشاء المخاطية دي امثلة للايه تجدد طبيعي فيه بقى تجدد الانسجة المريضة ايه بقى انواع المرض اللي ممكن تسيب الانسجة لو دلوقتي واحد رجله تكسرت رجله تكسرت مين اللي تكسرت العضم طب والانسجة اللي حواليه والعضلات ما تغيرتش والجلد ما تقصرش طب لو العضمة تكسرت ادي نوع من تجدد الخلايا لو جبت العضمة اللي تكسرت جنب اختها وسويتهم ببعض وعملت جبيرة وعملت اشعة ولقيت ان العضمة قصاد العضمة وديتها فرصة ها ست سبع اسابيع شهرين في الاطفال ومن غاية ست شهور في الكبر العضمة دي بتيجي مكانها وتلح يبقى حصل ريبير واصلاح للانسجة مين اللي اصلح خلايا العظام البنمر والجسم ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه من الامكانات ما يمكن اعادة تكوين انسجة جديدة بدل المتهتكة والمريض ادي مثال للكسر انا هرتقي معاكم للانسجة واحد وعت عليه مياه سخنة او وعت عليه حاجة سخنة فحصل اتهاب وتورم حصل انفلاميشن والعضو تورم يومين ثلاثة قاعد يدهن حاجات وبتاع والعوامل بتاعت الالتهابات قالت فبدأ الورمي ايه يفش وبدأ الجسم يصرف السوائل بتاعته والجلد اللي كان متهتك بدأ بداله جلد جديد والدنيا صلاحت ورجعته لهم زي ما كان يبقى انا بدي امثلة لان الله تبارك وتعالى قد وضع في الجسم healing factors عوامل تجديد الانسجة خدنا عوامل تجديد الانسجة دي اللي هي السليمة سواء خلايا العظم خلايا الجلد خلايا الشعر خلايا الغشاء المخاطي كل ده بيتجدد يوميا وفي خلايا بقى لما بيجي الانسجة يا امرض بقى عندنا بقى انسجة انا قلت لك كسر العظم العظم هتلم وتبقى كويس جرح ولا جلده ان شاء الله الجرح يلم ويبقى كويس في ناس جرح ما بيعودش ومن ثلاثة واحدة بتعمل مش عارف ايه بالسكينة بتقشر بصل بتعمل ها ازاي موحدة تقولك انا بقى بقى ارشر بتاع سمك تعورت مش عارف ايه حطيت ايدي في المياه مخل ودقة وتوم ايدي يا لحمي في صناعية بيشتغلوا في المعمار في كذا ايديهم بتشقق بيحط عليها حينة بقارد بالليل الصبحية لحمي اشتركوا في القناة